الخبر الأول اللي عدنا عن تهجم المتابعين على أحمد حسن وزينب للمرة الثانية بسبب التجمع الكبير اللي يسووا قدام مطعمهم على حسابهم بالإنستغرام وهذه المرة صراحة كان التهجم بشكل أكبر بسبب أنه هذا التجمع كان أغلبا من الأطفال فممكن أنه ينقلون هذا المرض اللي هو الكورونا اللي أباهم وأمهاتهم وللمعلومة بس أنه أجمال عدد الحالات بمصر مية وستة آلات فمادرت صراحة أن يكتبونا شو يرأيكم بالكومنتات يستحقون التهجم أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن نور ستار وعن مرضها طلب المساعدة من المتابعين فنور نزلت على حسابها بالإنستغرام شوية ستوريات تقول بيها أنه عندها ألم بالرقبة وتريد مساعدة من المتابعين رح أطلكم الستوريات على ما تفتهمون أكثر قايز أنا رأبتي حموت من الألم بدي منكم مساعدة لا ما بعرف شو صار مبارح نمت شكلي بالغلط على رأبتي بلشت الصبح في ألم بس هلأ كل مال والألم عم بيزيد ورأبتي ما عم بقدر أرفعها أو ما عم بقدر حركها بالمرة يعني إذا بعمل هيك هيك بموت قلولي يعني لحظوا أنا عم نحكي ما أكون وشي هيك ملفوف فما بعرف قلولي شو بعمل إذا حدا صارت معه من قبل هل الخبر الثالث اللي عدنا عن نور مار وأخيرا أو التالي اليوتيوب فبعد ما صالح حوالي 6 أيام قاطع عن اليوتيوب آخر شي نزل اللي هي الأغنية مالتة الجديدة طبعا أنا نزلت مقطع قول كم يوم وشرحت بيز شنو السبب أنه نور مار بدي نزل مقاطع اليوتيوب بهذا المقطع تجارون تروحون ترجعون تشوفوه ولكن السبب بالمقتصر هو أغنية الجديدة فحاب أنه ينطيها حقها وتزداد بالمشاهدات أكثر فصل لقاطح حوالي أسبوع على كل النور نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يعلم بها عن العودة وبالنسب الوقت يشوف حماس الجلادين ويعرض لهم مقطع لحينزلة باتر على كل اللي أحطيكم هذا الستوري شوفوه وشوفو شون المقطع طبعا يا جماعة بكرة رجعلكم بفيديو على اليوتيوب نار الفيديو نار رابت بكرة رح تعرفوا كل شيء على اليوتيوب خليكم جاهزين على الساعة أربا كالعادة رح أرجع أنزلكم متل زمان وأقوى كمان من زمان الخبر الرابع اللي عدنا عن أحمد أبو الرب والتقاءة ويا عصومي اللي هو من طيورة جنة على كل إن أحمد أبو الرب نزل على حسابه بالإنستغرام شوية ستوريات يقول بيها إنه هو عصومي صوره ومقطع اليوتيوب ورح ينزل بالفترة القادمة رح أحطيكم ستوريات عموا يشوفوه أكثر طيب يا جماعة صورت فيديو مع معطسم صورناه حينزل إن شاء الله قريبا ترقبوا فيديو يعني جميعا متخلف عقليا شطب شطب كثير تخلف بس ترقبوا ترقبوا وبس والله نحصل لنهاية المقطع تمنا مقطع جاوكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة تشاريكم في اجزة مقاطة مملكة القصص اشتركوا في القناة